موسيقى 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 المترجم للقناة 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 وقاسموا الوائر لـ Low Penetration و Intermediate Penetration و High Penetration بسبب التفاصيل البروكسيما الكاب الأناتوم بدون دخول في تفاصيل البروكسيما الكاب والكلام دخلنا في مرة الأبروش طبعاً سبعة فرنش أي CTO يجب أن يكون عندك باكب كويس جداً وكل ما زاد الفرنش كل ما زاد الباكب بتاع الأسطرة ما تفرحش كتير بالرديل رديل إزان إليجانت ومريح للعيان لكن مش مريح للأوبريتور لو قبلتك أي عثرات فبتقف ما بتقدرش تكمل لكن سبعة فرنش أو تمانية فرنش هتدي لك صبورت عنيف وكويس جداً دخلنا طبعاً كونترالاترال ما فيش أي CTO يدخل إلا لو متشاف البروكسي البروكسي لو أنت مش شاف البروكسي البروكسي ما هي بخلات ما تدخلش ده قصة يعني ABC فإحنا دخلنا رايت فيمورال إكس بي سبعة فرنش ساتة ونص والليفت فيمورال بقايدين كاثيتر برضو لازم النحية التانية بقايدين كاثيتر لأن انت تكون مساعد لو حصل أي مشكلة أن انت تدخل في لو إحنا دخلنا ريترو جريد أبروكسي أو ما شابه هزال ده فيلدر إكس تي وزا سبورة كورزير كاستر يعني نقشيت الميكرو تانيل اللي أنا تخيلت بيها وكانت فعلا مايكرو تانيل كويسة وعدنا فيها الحمدلله الفيلدر إكس تي ده تشينجت بي غاليو واير غاليو ده فلوبي غايد واير عادي لا يوجد أي مشكلة في سايد برانش زي ما احنا شفنا في سايد برانش كويس جدا فرحنا حطنا له بي ام دابليو بعد كده وسعنا توسيع العادي ودي الريزالت بتاعت بعد التوسيع هنلاقي الليجن بادي من تحت خالص فنغطي من تحت أول دعامة كانت اثنين ونص ثمانية واربعين وتحط الدستال زي ما احنا شايفين وبعد كده بروكسيما تلاتة تمانية وعشرين للغاية البروكسيما لغاية ما فيش أي مشكلة لغاية هنا بعد كده جاء عندنا السايد برانش عملنا طبعا واير اكس تشينج بالبيتي تو طلعنا البي ام وحطينا البيتي تو لايت صبورت ووسعنا السايد برانش ما فيش أي مشكلة خالص لغاية هنا وكان نحن نحن نعمل تاب تكنيك الأنجل معقولة أكتر من سبعين تقريبا والأمور ماشية سموث نحن الصندوق بلونة أكبر، بلونة بلونة، وبعد كده عملنا كيسنج تاني بريبير الليجن مور ودخلنا بعد كده باناظر ستينت، اونيكس نين ونص ثمانية وعشرين لكن برضو مدخلتش عملنا كيسنج تاني بالبلونة بلونة، لكن برضو البلونة مدخلتش في هذا الوقت تذكرت ما قولت نبويوشي سنسي ده ماي منتور ان جابان عشان كده أنا عملت فاينال كيسنج وبعد كده بط وفينيش على ده الفاينال الانجي، السايد برانش بريزيرفد، مافوش اي مشكلة خالص، وتمسري، والل ادي زي الفول الحمد لله طيب، نشوف من الليتراتشار بتقول ايه؟ ده رفيو ارتكل كان حطو بربوزل لالكوروناي بايفوركيشن وكان حطو الدكيق رش ريكميندد فاينالكوروناي بايفوركيشن وكان حطو برضو الديكيق رش ريكميندد فاينالكوروناي بايفوركيشن ان الالكوروناي، الأول سنة فاينالكوروناي بايفوركيشن قانونية، بايفوركيشن فاينالكوروناي، بايفوركيشن بايفوركيشن ودكي ترحب بالطبع التكنيك التكنيك. دي متااناليسيز ووز بابلش تويرز وكان خدت ستة وواحد وعشرين استادي بمور زان فايف ساوزان بيشنس وقارنوا وشافوا المقارنات بين الدفران تكنيك. اوبيسلي لقيوا ان الديكي كراش ازبتر زان البروفيجنال وكان ده اكثر في لو كان السايد برانش اكتر من تن مليمتر. دي اناظر متااناليسيز اتنشرت فيو منس اجو واخدت ستة وعشرين استادي وكانوا بيركزوا اكتر على الكمبليكستي بتاعة البيفوركيشن. اقوردنج توزي ديفنيشن استادي. وكان البريمري بتاعها الميس. وبرضو اوضحة نفس النتائج اني الديكي كراش احسن من باقي التكنيكس. انتبوخوا لليه كده انا نيرلي فينشد يعني. بس فهو الديكي كراش زي بريفيرابل تكنيك لكن لما عملوا على الكمبليكس بيفوركيشن اقوردنج توزي ديفنيشن استادي كان الديكي كراش برضو هي البيتر اوتكم في الميس. من الكلام ده نستنتج اني in complex coronary bifurcation careful analysis of angiography before starting bci. cto the primary approach is anti-grade or retrograde whatever. لكن لازم تدرس according الproximal cap. الquality of the vessel distally and the intervention collaterals. لازم يببى في بالانس بين الساكسس والكمبليكيشن. لو السمريت على طول ممكن يحصل الكمبليكيشن. فلازم يببى حاطط حدود لك ان انت عند الحتة دي ستوقف او لا. الكيسينج تكنيك هي دي السايت لازم تبقى اخر حاجة لان هي دي ملخص ما خلاص بقى هو ثبتها وافتوح. الكمبليكيشن. 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 ولازم نتذكر الكمبليكيشن. شكرا.